السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبله قمنا بدراسة الأدب في العصر العباسي وأخذنا نماذج تمثيلية لهذه العصرين تمام عن الشار والنصر اليوم مع أحد العصور الأدبية وهو العصر الحديث العصر الحديث أبنائي هو العصر الذي نعيش فيه أو يواكب أيامنا هذا العصر أبنائي له السمات في الأدب وخاصة في النصر وفي الشاع سنقوم أبنائي بدراسة نموذج كذلك من نماذج هذا العصر وهو نص من نصوص النصرية لهذا العصر وهو نص كن صادقا لو نظرنا أبنائي سنقوم بمعرفة كيفية ازدهار أو لماذا ازدهارت الفنون النصرية في العصر الحديث والنصر في هذا العصر وحركة الازدهار التي تمت للأدب شعرا ونصرا في العصر الحديث تعالوا معي أبنائي العزاء لنرى خصائص الأدب شعرا ونصرا في العصر الحديث النصر أبنائي العزاء في فن من الفنون النصرية الأدبية التي ازدهرت وانتشرت في هذا العصر ووجدت من العصر الجاهلي حيث كان العصر الجاهلي ومن بعده عصر صدر الإسلام ومن بعده العصر الأموي ثم العصر العباسي العصر المملوكي والعصر العثماني ثم بعد ذلك ازدهار الأدب نصرا في العصر الحديث وكان ازدهار الأدب في هذا العصر أبنائي بسبب الاحتكاك العربي الذي كان في تلك الفترة بالغرب حيث تأثر العرب تأثرا كبيرا بالأدب الغربي وخاصة أدب الفرنجة في دول أوروبا وفاق العرب وأدبائه على هذا التقدم وتحول العرب من الغفوة التي كان فيها من الكساد إلى الرواج ومن الإحطاط إلى الازدهار لنرى أبنائي معنى كلمة النصر في العصر الحديث النصر أبنائي هو فن من الفنون الأدبية القديمة وقد كان له مكانة في العصور السابقة منذ العصر الجاهلي فمثلا الأمثال والحكم والخطب والوصايا كل هذه فنون نسرية فهذه الفنون النسرية تمام مرت به العصر الإسلامي وكذلك العصر الأمري وكذلك العصر العباسي ومن بعده أيضا العصر المملوكي وكذلك العصر العثماني إلى أن وصلت إلى العصر الحديث في هذا العصر العصر الحديث أبنائي بدأت حركة الازدهار في الأدب مع نهاية القرن الثامن عشر الميلادي وضح ذلك لو وضعنا هذا السؤال أبنائي لو وجدنا إجابته كالآتي مهدت السبل لإحتكاك العرب مع الغرب وتأثرهم بآداب الفرنجة فحركة الازدهار التي بدأت في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي كان بسبب الاحتكاك الذي كان بين العرب مع الغرب وتأثرهم بأداب الفرنجة بالإضافة إلى استفاقة الأدباء والكتاب العرب من الغفرة وتحول الأدب العربي من الكساد إلى غواجي ومن الانحطاط إلى الازدهار لو أخذنا كذلك أبنائي سؤال آخر عن تلك الفترة وهو العصر الحديث ما أثر النهضة الأدبية على النسر والشعر علمنا أبنائي قبل ذلك أن حركة الازدهار بدأت في الأدب شعرا ونسرا في نهاية القرن الثامن فما أثر هذه النهضة على الأدب شعرا ونسرا تحرر الأدب العربي وخاصة النسر من السجع والصنعة والجناس وقيود البديع وتعددت الأسليب وتنوعت الأغراض كذلك ظهرت أنواع نسرية متعددة إلى حيز الوجود فنسج العرب والأدباء على منوال ما ترجموه من القصص وروايات الغربية لأن كما قلنا أبنائي النهضة بدأت بسبب الاحتكاك الذي كان مع الغرب وتأثر العرب والأدباء والكتاب العرب بآداب الفرنجة وآداب الغرب لوضعنا سؤال آخر أبنائي ما هي البواعث والحوافز التي ساعدت النهضة الأدبية الحديثة البواعث أبنائي والحوافز التي ساعدت النهضة الأدبية الحديثة عامة والنسر العربي الحديث خاصة في التطور والتقدم إلى هذا الحد البالغ هو الاتصال الفكري والثقافي بين الشرق والغرب فالاتصال الفكري والثقافي بين الشرق والغرب هو باعث وحافز على النهضة الأدبية الحديثة ولو غأينا أبنائي أبرز المجددين في النسر لو وجدنا رواد عظام في هذا التجديد فهناك عبد الرحمن الجبرتي وهناك ناصيف اليسجي وهناك الشيخ محمد عبده في مقالاته وكذلك الزعيم مصطفى كامل في خطبه وكذلك شكيب غسلان في موضوعاته الأدبية ويعقب هذا الجيل أبناء الأعزاء جيل آخر من أشهر رجاله الأستاذ محمد حسين هيكل والأخوان محمود ومحمد تيمور وكذلك توفيق الحكيم وعباس محمود العقاد وطاه حسين وأحمد أمين ومصطفى لطفي المنفلوطي وغيرهم يبقى عندي رواد من رواد التجديد وعندي جيل يعقب هؤلاء الرواد ومنهم شاعرنا اليوم الذي سنقوم بدراسة نصه وهو الأديب مصطفى لطفي المنفلوطي لو ضعنا سؤال آخر أبنائي متى ظهرت بوادر النهضة الشعرية عند العرب فتحدثنا قبل ذلك عن النصر وعلمنا أن النصر بدأ بالاحتكاك مع الثقافة الغربية سوف نقوم بدراسة بوادر النهضة التي ظهرت على الشعر ومتى ظهرت هذه البوادر ظهرت بوادر هذه النهضة في الشعر أبنائي منذ الحملة الفرنسية التي جاءت سنة 1798 ميلادية ثم بعد ذلك بدأت واستمرت إلى أن وصلت إلى بدايات الثورة العربية وظهور رب السيف والقلم محمود سامي البارودي حيث بدأت النهضة وبدأت حركة البعث والإحياء للأدب وخاصة الشعر بعد أن كان الشعر في حالة كساد وحالة جمود متى ظهرت بوادر النهضة الشعرية عند العرب ظهرت بوادر النهضة الشعرية عند العرب منذ الحملة الفرنسية عام 1798 ميلادية إلى بدايات الثورة العربية عام 1880 ميلادية ثم بدأ بعد ذلك عصر البعث والإحياء مع بدايات الثورات العربية الكبرى التي ظهرت عام 1916 تلا هذه الفترة أبنائي دخول النهضة الشعرية عصر التجديد والتطور منذ بداية الثورة المصرية حيث ظهرت الثورة المصرية ثورة 1919 وكانت هذه الثورة هي بداية لدخول النهضة الشعرية عصر التجديد والتطور ويعتبر كما قلنا يا ابنائي محمود سامي البارودي هو رائد الشعر العربي الحديث هو رب السيف والقلم لأنه فارس وشاعر لو انتقلنا لمعرفة المدارس الشعرية التي ظهرت في تلك الفترة في الشعر العربي لو وجدنا أن هناك مذاهب ومدارس شعرية انتشرت مع انتشار وازدهار الشعر العربي وتطوره منها مدرسة الإحياء والبعث ورائد هذه المدرسة هو الشعر محمود سامي البارودي وكذلك مدرسة التجديد التي يعتبر خليل مطران هو رائد هذه المدرسة التي انتقلت بالشعر من حالة البعث والإحياء إلى مظهر جديد وهو المظهر الرومانسي أو المظهر الرومانتيكي للشعر في تلك الفترة ثم بعد ذلك مدرسة أبولو وهي أحدى المدارس الرومانسية وكذلك مدرسة الديوان ومدرسة الشعر الحر هي المدارس التي ظهرت ونشأت وظهرت عند نهضة الشعر في تلك الفترة كذلك أبنائي لو نظرنا إلى قصائص الشعر في العصر الحديث لو وجدنا أن الشعر استخدم اللغة العربية الفصحة اللغة البسيطة ذات المعاني الواضحة كذلك الشعر أبنائي في تلك الفترة تنوعت أساليبه البلاغية حيث تنوعت الأساليب في القصيدة الواحدة بالإضافة لاختفاء شعر الفخر بالذات واختفاء كذلك ما يوضح اللفظ الزاتي وانتقل إلى اللفظ العام هذه هي خصائص الشعر في العصر الحديث استخدام اللغة العربية الفصحة البسيطة ذات المعاني الواضحة والتنوى في استخدام الأساليب البلاغية في القصيدة الواحدة بالإضافة إلى اختفاء كما قلنا شعر الفخر بالذات وبالنفس واتجه إلى الفخر في العام أو على نطاق أوسع بالإضافة إلى كسرة استخدام الأساليب الساخرة في طرح الفكرة المعينة وعدم الاتزام بالقافية تزوج كذلك أبناء اتجاهات جديدة في القصيدة العربية مثل الاتجاه السياسي مثل الاتجاه السياسي وكذلك الاتجاه القومي والاتجاه الإنساني والإسلامي والوطني والاجتماعي حيث اختفت اتجاهات منها المديح والهجاء والفخر بالذات والعشيرة يبقى أبناء هناك اتجاهات جديدة في القصيدة العربية زارت مثل الاتجاه السياسي والاتجاه القومي والاتجاه الإنساني والإسلامي والوطني والاجتماعي بالإضافة للاختفاء اتجاهات كانت موجودة ولكنها لم يعد لها وجود وظهور مثل المتح والهجاء وكذلك الفخر بالذات وبالعشيرة بكده أبناء العزاء نكون قد وضحنا العصر الحديث من حيث الشعر والنصر وكيف أن الشعر والنصر ظهر عليهم الازدهار والنهضة وذلك نتيجة الاحتكاك بالثقافة الغربية واتصال العرب بالثقافة الغربية وخاصة الأدباء والكتاب ثم بعد ذلك علمنا أبنائي كيف أن النهضة الأدبية في الشعر ظهرت منذ الحملة الفرنسية إلى الثورة العربية بعد ذلك استمرت إلى الثورات العربية التي كانت في ذلك الوقت مثل الثورة المصرية التي ظهرت ثورة 1919 كذلك أبنائي علمنا ظهور أغراض شعرية لم تكن موجودة قبل ذلك واندسار واختفاء أغراض كانت موجودة قبل ذلك بالإضافة إلى خصائص الشعر في العصر الحديث ننتقل أبنائي إلى نموذج من نمازج النسر في هذا العصر وهو نص لأحد رواد التجديد في ذلك العصر في النسر وهو مصطفى لطفي المنفلوتي مع نص أبنائي كن صادقاً نص كن صادقاً أبناء العزاء للمنفلوتي يتناول هذا النص صفة الصدق صفة الصدق أبناء العزاء من الصفات العظيمة التي يجب أن يتحلى بها الناس جميعاً فهي صفة واجبة على كل إنسان فما أعظمها من صفة لها أثر كبير عظيم حيث الوآم والوفاق بين الأفراد مع اتفاق واستقرار المجتمعات ورقيها وتقدمها الكاتب في هذا النص أبنائي يوضح لنا صفة الصدق وكيف أن عكس هذه الصفة وهو الكذب ومظاهر هذا الكذب ومساوئه ويحذرنا من الاتصاف بالكذب فشاعر النص أبنائي كاتب النص أبنائي هو الأستاذ مصطفى لطفي المنفلوتي من هو مصطفى لطفي المنفلوتي كاتب النص مصطفى لطفي المنفلوتي أبنائي ولد عام 1876 في منفلوط مركز من مراكز محافظة أسيوت لذلك لقب بي المنفلوتي ولد لأسرة مصرية معروفة بالشرف والحسب التحق بكتاب القرية وحفظ القرآن الكريم كعادة أهل القرى ثم أرسله والده إلى الأزهر الشريف ليتم تعليمه فيه وظل فيها الأزهر عشر سنوات لزم فيها دروس الشيخ محمد عبده وتأثر بتعاليمه ولكن تعاليم مصطفى لطفي المنفلوتي كانت تميل وموهبته تميل إلى الأدب وليست إلى الدين فلم يكن يطلب التعمق في تعاليم الدين إنما كان يطلب الأدب فقرأ كثير من كتب القدماء مثل الأديب ابن المقفع والجاحس وأبي تمام وابن الرومي وبرع المنفلوتي في الأدب وكان يكتب مقالاته في جريدة المؤيد في تلك الفترة كان أسلوبه متميز بالجزالة ورسانة وكذلك بالقوة توفي هذا الأديب عام 1924 الأديب مصطفى لطفي المنفلوتي أبنائي يحذر من مخالطة الكاذب فالكاذب من الصفات الزميمة الكاذب أبنائي عكس صفات الصدق تعالوا معنا لكي نتناول هذا النص وكيف وضح لنا الكاتب هذه الصفات مع الفقرة الأولى أبنائي الفقرة الأولى بعنوان تحذير من مخالطة الكاذب يقول المنفلوتي كاذب اللسان من فضول كاذب القلب فلا تأمن الكاذب على ود ولا تسق منه بعهد وهرب من وجهه الهرب كله وأخوف ما أخاف عليك من خلطائك الرجل الكاذب هذه الفقرة أبنائي يتحدث فيها الكاتب عن الكاذب وأضرار الكاذب معنى كلمة كاذب خلاف الصدق وهو قول يخالف الحقيقة مع العلم بها اللسان أبنائي هو عضو الكلام ويكون بالفم وجمع كلمة لسان ألسل وألسنة فضول زيادة والجمع أفضال القلب هو الفؤاد والجمع قلوب تأمن أي تطمئن والمضاد تخاف وتفزع أي الخوف والفزع كلمة ود أي حب ومضاد الود البغض والكره وكلمة تسق أي تأتمل وتعتمد وتصدق وكلمة بعهد أي ميثاق والجمع أهود أهرب أي فر وولي وتملص والمضاد اقبل وارجع وجهه أي شكله والجمع وجوه أخوف ما أخاف أكثر خشيتي عليكم هو من الكاذب خلطائك أي مخالط ومعاشر لو نظرنا أبناء إلى هذه الفقرة لو وجدنا أن الكاتب ينفر من الكاذب فيقول أن الكاذب الذي يظهر على اللسان الشخص هو علامة من علامات كذب القلب فلا يجب علينا أن نأمن الكاذب ولا أن نسق به وعلينا الهروب منه لأن أسوأ ما يكون هو الصاحب الكاذب فبذلك يوضح لنا مصطفى لطفي المنفلوتي أن الإنسان يجب عليه أن يبتعد عن الكاذب والذي يتصف بالكاذب لأن الكاذب إنما كذبه زيادة في كذب قلبه فلا تأمن الكاذب على شيء لو انتقلنا أبناء كما قلنا ينفر الكاتب من الكاذب ومن الكاذب فيقول أن كذب اللسان علامة من علامات كذب القلب فلا يجب علينا أن نأمن الكاذب ولا أن نسق به ويجب علينا أن نهرب منه إن وجدناه فهو أسوأ من تصاحبه كذلك أبناء الأعزاء نجد مظاهر الجمال التي جاءت في هذه الفقرة كاذب اللسان استعارة مكنية حيث شبه أبناء الكاتب اللسان بإنسان يكذب وسر جمالها التشخيص وكذلك كذب القلب استعارة مكنية فحيث شبه الكاتب كما في الاستعارة الأولى اللسان بإنسان شبه هنا القلب بإنسان يكذب والاستعارتان سر جمالهم التشخيص فلا تأمن ولا تسق لا أبناء هنا اسلوب نهي فلا تأمن ولا تسق اسلوبان إنشائيان من أسليب الإنشائية نوعهما النهي وغرضهما النصحة والإرشاد كذلك أبنائي اهرب اسلوب إنشائي أمر غرضه النصحة والإرشاد في هذه الفقرة السابقة يحذر الكاتب من مصاحبة الكاذب ومن الاتصال به وعدم أن يأمنه الإنسان ويجب أن يبتعد عنه ويهرب منه في الفقرة التالية أبنائي يوضح لنا الكاتب خطورة الكذب ليس الكذب شيئا يستهان به فهو أس الشرور ورزيلة الرزائل فكأنه أصل والرزائل فرع له بل هو الرزائل نفسها وإنما يأتي في أشكال مختلفة ويتمثل في صور متنوعة في هذه الفقرة يوضح لنا الكاتب خطورة الكذب فكما عرفنا وعرف لنا الكذب يوضح لنا الخطورة لهذا الكذب فيجب علينا أن لا يستهين الإنسان بالكذب لأن الكذب هو أساس كل الشرور بل هو الشرور نفسها ويأتي الكذب في أشكال وأصور مختلفة وسوف نوضحها بعد ذلك تعالوا نناقش هذه الفقرة من حيث المفردات ومظاهر الجمال كلمة يستهان أي يستخف أو يستهز ومضادها يقدر ويحترم كلمة أس أبنائي بمعنى أساس وهو القواعد والمرتكزة وجمع كلمة أسس الشرور أبنائي مفردها الشر ومضادها الخير وغزيلة هو المنقصة والسبة والعيب ومضادها الفضيلة وجمع كلمة رزيلة رزائل أصل الجمع أصول ومضادها الفرع كلمة فرع أبنائي هو الغصن والشعبة والجمع فروع وأفرع يأتي بمعنى يجيء ويحضر ومضاد ينصرف ويمشي أشكال صور والفرد والمفرد منها شكل مختلفة المضاد متفقة يتمثل أي يتصور وكلمة صور مفردها صورة متنوعة أي متعددة لو نظرنا للشرح هذه الفقرة أبنائي لوجدنا أن الكاتب يوضح لنا خطورة الكذب ويقول أن الكذب لا يجب الاستهانة به والتقليل من شأنه فالكذب أس كل شر وأساس كل شر وهو من أسباب رزائل جميعها في أي مجتمع من المجتمعات وللكذب أشكال مختلفة متعددة سنتنا ولا بعد ذلك لو انتقلنا أبنائي إلى بعض من مظاهر الجمال لهذه الفقرة نقول يستهان يستهان فعل مضار دل على استحضار الصورة وكل فعل مضار أبنائي مظاهر الجمال له هو استحضار الصورة كلمة أس الشر الشر صور الكذب بأنه القاعدة لكل الشر التي تظهر فهو أس ورزيلة ورزيلة رزائل فكأنه أس ورزائل فرع شبه الكذب أبنائي بأنه الأصل مثل جزع الشجرة ورزائل فروع لهذا الجزع وهذا الأصل الرزائل نفسها أسلوب توكيد حيث أكد الرزائل بكلمة نفسها وهو توكيد معنوي إنما يأتي في أشكال مختلفة أسلوب قصر وسيلته إنما ويفيد أبنائي التخصيص والتوكيد وهذه العبارة مجملة سوف نقوم بتفصيلها في الفقرة التالية الفقرة الثالثة أبنائي توضح أشكال وصور وصور الكذب فالمنافق كاذب لأن لسانه ينطق بغير ما في قلبه والمتكبر كاذب لأنه يدعي لنفسه منزلة غير منزلته والفاسق كاذب لأنه كذب في دعوة الإيمان ونقض ما عاهد الله عليه وانما مكاذب لأنه لم يتق الله في فتنته فيتحر الصدق في نميمته وكذلك المتملق كاذب لأن ظاهره ينفعك وباطنه يلزعك في هذه الفقرة يا ابنائي أتى لنا الكاتب بصور الكذب وعدد لنا هذه الصور فمنهم من صور الكذب المنافق فالمنافق كاذب لأنه يظهر خلاف ما يبطن فلسانه ينطق بشيء عكس ما في قلبه فهو كاذب وكذلك المتكبر كاذب لأن المتكبر أبنائي يدعي ويضع نفسه في منزلة ليست منزلته فهو يكذب في هذا الأمر وكذلك الفاسق كاذب لماذا؟ لأن الفاسق أبنائي في دعوى الإيمان نقض لما عاهد عليه الله من الإيمان وكذلك أبنائي أنما مكاذب لأنه في نميمته لم يتق الله ولم يتحق الصدق وكذلك المتملق المتملق أبنائي هو الذي يمدح الإنسان بشيء ليس موجودا فيه أي يمدعه بصفات ليست فيه فالمتملق كاذب لماذا؟ لأن ظاهره ينفعك فيما تحولك وباطنه يخدعك ويلزعك فلو انتقلنا إلى المفردات أبنائي لوجدنا المنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطن ينطق بمعنى أبنائي يتحدث والمضاد يسكت ويخرس المتكبر والمتعجرف والمتغطرس الذي يتعالى على الناس والمضاد المتواضع يدعي بمعنى ينسب منزلة بمعنى مكانة وجمعها منازل الفاسق هو الخارج عن طريق الحق والصواب مائل إلى معصية ومجاوز لحد من حدود الشرع الإيمان هو التصديق والإيمان كما وضحه السابقون هو كل ما وقر في القلب وصدقه العمل والفعل نقض أي إلغاء وإفساد وهد وجمعها أنقاض النمام كثير السعي بالنميمة بين الناس ليوقع بينهم يتقي يخاف الله عز وجل فتنته أي الوقيعة والكلام الذي يتحدث به في الفتن يتحرى أي يتقص ويبحث ويطلب النميمة هي الوشاية ونقل الحديث على وجه الوقيعة والإفساد المتملق أي المنافق والمدلس والمتودد بما ليس في قلبه يلزعك يعني يحرق نفسك ويوجعك لو نظرنا أبناء إلى شرح هذه الفقرة لو وجدناها كما قلنا أن صور وأشكال الكذب متعددة فالمنافق والمتكبر والفاسق والمتملق والنمام كاذب فالصور متعددة لما يأتي المنافق كاذب لأنه يظهر غير ما يخفي في قلبه والمتكبر كاذب لأنه يضع نفسه في مكان ليست مكانته والفاسق كاذب لأنه يخالف ما عاهد الله عليه والنمام كاذب لأنه لم يتق الله في نميمته والمتملق كاذب لأنه ظاهر نافع لك وباطنه يلحق بك الضرر ولو نظرنا أبناء إلى جماليات هذه الفقرة لوجدنا لأن لسانه ينطق لأنه يدعي هذه العبارات علاقتها بما قبلها تعليل وكذلك المنافق والمتكبر والفاسق والنمام والمتملق هي تفصيل لما قبلها العبارة الثالثة كلها تفصيل لما قبلها حيث أن قبلها كانت نهاية الفقرة ويتمثل في صور متنوعة أي أن الكذب يتمثل في صور متنوعة ووضح الكاتب هذه الصور في المنافق والمتكبر والفاسق والنمام والمتملق فكلها تفصيل لما قبلها فالعلاقة لهذه الفقرة تفصيل لما قبلها والعبارات لأن لسانه ينطق ولأنه يدعي تعليل لما قبلها كل الفقرات التي جاءت في هذه الفقرة أبناء العزاء أساليب خبرية تفيد التقرير فهو يقرح قائر في المنافق وفي المتكبر والفاسق والنمام والمتملق ننتقل أبناء إلى فقرة أخرى من الفقرات التي جاءت في النص وهذه الفقرة بعنوان أبناء هناك أناس يستصغرون شأن الكذب ولا ينظرون إلى الكذب نظرة الشيء العظيم الذي يجب على الإنسان أن يبتعد عنه ولكن ينظرون إليه شزرا وينظرون إلى الرجل الصادق أنه نادر الوجود ووجود الصادق في الحياة أمر غير متوقع ولذلك أبنائي وضح لنا مصطفى نطفي المنفلوت كاتب هذا النص في هذه الفقرة كيف أن الناس يستصغرون من شأن الكذب وكيف أن الناس يتندرون من وجود الرجل الصادق فيقول لقد هان على الناس أمر الكذب حتى أن أن لتجد الرجل الصادق فتعرض على الناس أمره وتطرف بحديثه كأن تعرض عجائب المخلوقات وتتحدث بخوارق العادات نعم أبنائي فيوضح لنا الكاتب أن الناس قد هان عليها أمر الكذب حتى أن الرجل الصادق عندما يراه الناس يتطرفون من حديثه الصادق ويتعرضون له وكأنهم يتعرضون إلى عجيبة من عجائب الزمان وعجيبة في المخلوقات وكأن الإنسان عندما يتحدث عن الرجل الصادق يتحدث عن أمر خارق للعادة تعالوا أبنائي نتحدث ونرى بعض اللغويات لهذه الفقرة هان بمعنى زلة والمقصود استصغر ومضادها يجل لتجد الرجل تجد الرجل أي تعصر عليه وتدركه والمضاد العدم فتعرضه على الناس أي تطرح عليهم وتريهم وتظهر لهم تطرفهم بحديثه وهو حديث الصادق يتطرفون به أي يتندرون من أنه يصدق في كلامي فتطرفهم بحديث وأبناء بمعنى تأتي بطرفة أو حديث مستحسن عجائب أعجوبة ومعجزة وشيء خارق غير معتاد المخلوقات المفرد المخلوق بخوارق والخوارق أبنائي هو الأمر مخالف العادة وهو المعجزة وخوارق جمع مفرد وخارق العادة حالة متكررة على نهج واحد شرح هذه الفقرة أبنائي يوضح لنا الكاتب أننا نجد الناس يستهينون بالكذب فعندما يتحدثون يتحدثون عن الكذب يتحدثون على أنه أمر مسلم به أمر عادي أمر موجود في الحياة وهو عايش ونعيشه واقع نعيشه في كل شيء ورغم ذلك إذا وجدوا الرجل الصادق فإنهم يتحدثون عن صدقه وكأن صدق هذا الرجل عجيبة من عجائب الزمان فمن الخطر أننا نجد أن الناس يستهينون بصفة الكذب وعندما يتحدثون عن الرجل الصادق يتحدثون عنه وكأنهم يتحدثون عن رجل يفعل العجائب ويأتي بالأمر الخارق للعادة ويأتي بالمعجزات لو نظرنا كذلك أبنائي إلى الجماليات في هذا النص لو وجدنا كلمة المخلوقات والعادات بينهما سجع والسجع أبنائي كما وضحنا قبل ذلك هو نوع من أنواع المحسنات البديعية وهو اتفاق فواصل الجمل أي اتفاق نهايات الجمل بعضها مع بعض والسجع أبنائي يعطي جرسا موسيقيا تطرب له الأذن وقد وضحنا قبل ذلك هذا النوع أبنائي لأننا ندرس هذا العام المحسنات البديعية من محسنات لفظية ومحسنات معنوية وقمنا بدراسة الطباق ودراسة السجع ودراسة التورية ودراسة الجناس بأنواعه التام والناقص وكل ذلك من المحسنات البديعية تعرض عجائب المخلوقات تتحدث بخوارق العادات بين الجملتين أبنائي ازدواج والازدواج فيه نغم موسيقي فالازدواج أبناء العزاء هو اتفاق الجمل في ألفاظها فتعرض عجاب المخلوقات وتتحدث بخوارق العادات هناك توافق بين الألفاظ في هذه الجمل والازدواج كما نوضح تقسيم الكلام إلى مقاطع متساوية في الطول والإيقاع دون سجع مثل أبناء النساء لرجال خلق ولهن خلق الرجال الازدواج أبناء يكون في النصر ويقابل في أشار حسن التقسيم والازدواج أبناء نوع من أنواع المحسنات البديعية ومثل أيضا بالعلم يسم العقل وبالفن تسم روح فهناك اتفاق في الجمل مع الفاظها وكذلك أبناء الأرض قد خلت إلا من أواخر الناس وطوارق الليل الناس والازدواج أبناء مثله مثل أي نوع من أنواع المحسنات البديعية التي تحدث جرسا موسيقيا تطرب له الأزن وبكده أبناء نكون قد وضحنا لكم الأدب في العصر الحديث شعرا ونسرا ووضحنا عوامل النهضة للأدب وكيف أن الأدب ازدار في العصر الحديث ثم بعد ذلك نموذج من النماذج الشعرية لهذا نموذج من النماذج الأدبية لهذا العصر وهو نص كن صادقا لأحد رواد التجديد في النصر في العصر الحديث وهو مصطفى لطفي المنفلوتي تعالوا معنا أبنائي لكي نقوم بالإجابة على بعض تدريبات الكتاب المدرسية على درس كن صادقا القطعة الأولى ابنائي السؤال الأول كذب اللسان من فضول كذب القلب فلا تأمن الكاذب على ود ولا تسق منه بعهد وهرب من وجهه الهرب كله وأخوف ما أخاف عليك من خلطائك الرجل الكاذب السؤال الأول أبنائي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غطأ أمام العبارة الخاطئة في العبارات التالية كذب اللسان لون بياني نعم أبنائي الإجابة صحيحة فقد درست في العام السابق في الصف الأول الألوان البيانية وأخذنا أن الألوان البيانية منها التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز وهذا اللون من ألوان البيانية الاستعارة فكذب اللسان لون بياني استعارة مكنية حيث صور اللسان بإنسان يكذب وسر جماله التشخيص السؤال الثاني أبنائي الكاتب ينفر من الكذب الإجابة صحيحة فالكاتب أبنائي ينفر من الكذب وكما قلنا ووضح أن الكذب من الصفات المزمومة وهو أساس الرزائل جميعها كذلك أبنائي بين الأقوال والأفعال طباق الإجابة صحيحة فبين الأقوال والأفعال طباق فالقول حديث باللسان والفعل تصرف باليد والعمل وبينهما طباق والطباق سر جماله توضيح المعنى وتأكيد سؤال آخر أبنائي تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين مراد الفضول هل هو زيادة ولا كسر ولا عموم أم تفاضل نعم فضول بمعنى زيادة مفرد الخلطاء الخلطاء المخالط ناقشت العبارة أبناء العزاء مضمون وهو أن الكاتب ينفر من الكذب فيقول أن كذب اللسان علامة من علامات كذب القلب ولذلك في هذا أو هذه الفقرة ينفر الكاتب من الكذب بكل أشكاله ويدعونا إلى الابتعاد عن الكذب والهروب منه إن وجدناه لما فيه من الضرر إذا صحبته وما فيه من الضرر إذا اختلطته به لذلك ينفر الكاتب من الكذب فيقول أن كذب اللسان علامة من علامات كذب القلب فلا يجب علينا أن نأمن الكاذب على حب ولا أن نثق به وعلينا الهروب منه فهو أسوأ من تصاحبه سؤال آخر أبنائي في مظاهر الجمال استخرجوا اسلوبا إنشائيا وبين نوعه وغرضه ودلالة تقريره نعم في هذه الفقرة أبنائي نجد فلا تأمن الكاذب على ود ولا تسق منه بعهد لا تأمن ولا تسق أساليب إنشائية نوعها نه والغرض منها النصح والإرشاد ودلالة التقرار وأبنائي يفيد التوكيد ننتقل أبنائي إلى سؤال آخر ليس الكذب شيئا يستهان به فهو أس الشرور وغزيلة غزائل فكأنه أصل وغزائل فرع له بل هو غزائل نفسها وإنما يأتي في أشكال مختلفة ويتمثل في صور متنوعة في هذه الفقرة أبنائي يوضح لنا الكاتب خطورة الكذب ويدعونا إلى النظر إلى الأشكال الكذب المختلفة التي سوف تأتي بعد ذلك فخطورة الكذب أن الكذب أس الشرور وهو آفة غزائل بل هو غزائل جميعها ويجب علينا أن نبتعد عنها وأن نبتعد عن الكذب ولا نتحلى ولا نتصب به ولا بأي صورة من صور الكذب السؤال الأول أبني هات معنى أس أس بمعنى أساس وقاعدة جمع كلمة أصل أصول مضاد يستهان في الجمل بمعنى يقدر ويحترم ننتقل أبني إلى سؤال آخر ما خطورة الكذب كما تفهم من الفقرة السابقة الكذب أبني كما وضحنا أنه أس الشرور ورزيلة الرزائل فكأنه أصل والرزائل فرع له بل هو الرزائل نفسها وتعددت صور الكذب فما هي هذا السؤال إجابة أبني ستقوم بتوضيح صور الكذب المنافق كاذب لأنه يظهر خلاف ما يبطن والفاسق كاذب لأنه يخالف ما عاهد الله عليه والنمام كاذب لأنه لا يتق الله في فتنته والمتملق كاذب لأنه ظاهره ينفعك وباطنه يلحق بك الضرر لو نظرنا يا ابنائي إلى القطعة لبعض الكلمات والإملائية والإسئلة التي تعتمد على المهارات الإملائية استخرج من الفقر السابق الكلمة بها همزة قطع نجد كلمة أس بها همزة قطع لأنها اس وكذلك كلمة بها لام قمرية كلمة الكذب لأن اللام تظهر في النطق بكده ابنائي العزاء نكون قد وضحنا الأدب في العصر الحديث شعرا ونسرا وعلمنا أثر والنهضة التي مر بها الأدب شعرا ونسرا في تلك الفترة وكذلك نموذج من نمازج النسر في العصر الحديث وهو نص كون صادقا للكاتب والأديب مصطفى لطفي المنفلوطي أتمنى أن أكون قد وضحت درس الأدب مع درس النصوص وأرجو أن أكون قد قمت بإفادتكم على موعد بلقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة